قال فهد العسكر في قصيدته في وحدة عابسة التي نظمها عام ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف مما يؤثر من بديع غزله وقد ملآها تأوها وانتحابا وسقاما قال فيها والهان يفترش الرمال أصيل فيخاله الرائي هناك عليلا طورا يئن وتارة يبكي وهاونة تراه صامتا مذهولا كالطفل أشجاه الفطام فطرفه أبدا تراه بالدموع بليلا أو كاليتيم وقد تملكه الأسى فبكى وهل تشفي الدموع غليلا ورحمته له فلم يرى راحما في قومه ومؤسيا ومقيل مسكين لا حرج عليه إذا بكى وإذا هنالك راح ينشد سول فالشاطئ الرملي مهبط حبه ولكم هنالك رتل الإنجيل ويبث كل نسيمة مرت به شكوى تسيل لها النفوس مسيل لا غروع راحا نسيم بسره فإليه من يهوى اصطفته رسول أواه من ذكراي ليلة أقبلت سكرات جر على الرمال ذيول فالقلب صفق هاتفا ومرتلا للقائها نغم الهوى ترتيل رددت تقديسا وتعظيما لها بسجودي التكبير والتهليل وطفقت أقطف من شقائق خدها ولكم رشفت رضابها المعسول فتقول لي والكأس خضب كفها إني لأهوى الضم والتقبيل فأجبت أخشى البدر يفشي سرنا فاضفي علينا شعرك المسدول ما إن أداعب نهدها بأناملي حتى أطوق خسرها المهزول فتخالنا فوق الرمال ونحن في سكر الغرام بثينة وجميل قسما سواها ما اتخذت خليلة كلا ولا اتخذت سوايا خليلة قدمت قربانا لمذبح حبها روحي متى كان المحب بخيل حواء ولحفي عليك فمسل قلبي ولا أرض سواك بديلة أهلك قد جار عليك وعافني أهلي وما أزمعت بعد رحيل هل لا ذكرت وقوفنا يوم الوداع وصمتنا كيف استحال عظيل تذكارك المحبوب معبودي متى ينسى كصب يعبد المنديلة